فازت سيدة وحيدة دايداموني من محافظة شرقية بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة الأم المثالية لعام 2022 استحقت سيدة وحيدة لقب الأم المثالية هذا العام بعد تضحيات وكفاح في تربية أبنائها السلاسة بعد وفاة زوجها منذ نحو 19 عاما قصة كفاحي بدأت في مكتبل العمر وأنا لسه صغيرة في التعليم بعد وفاة والدي ووالدتي وتركت لي خمس إخوة وحتى لتحقوا بكليات منهم طبي بيطري ومنهم أخت شغالة في الصحة وأخ ماجستير ودكتوراه في القانون وأخت لم تعمل وأخت حصلة على كلية تربية ومنع لها بعطاء آخر ومسألية أخرى اللي زوج توفى بعد زواجي بفترة وجيزة بعد ست سنوات وترك لها ثلاث أبناء